بسم الله الرحمن الرحيم ودخلين قضي ليلة من أجمل ليالي العمر مع حبيبنا ومصطفانا وشفيعنا وشفيعنا صلى الله عليه وآله وسلم فلازم نقدم هدية وإحنا اتفقنا أن نتواصل مع بعض طوال الأسبوع من خلال السمس ابعت لي قولي الهدية اللي هتقدمها لحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم علشان نتعايش مع النبي وعشان ندخل الفرحة على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي لما نتمسك بشرع ربنا ولما نتمسك بسنة نبينا النبي أكيد هيفرح بينا طرقت فيكم ما انتمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرق حتى يرد علي الحفظ الحاجة الثانية قلت لكم ولسه بقول لكم وهقول لكم أن البرنامج ما هوش خاص فقط بالحياة الأسرية وإنما خاص بحياتنا كلها بفضل الله سبحانه وتعالى عايزين نتعايش ونعيش بقلوبنا وجوارحنا وحياتنا كلها مع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نبدأ ونعيش أول ليلة أو نعيش أجمل ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا سامحون الليلة اللي فاتت كانت متعادل أني كنت يعني في صفر وطبعا من هذا المكان الطيب المبارك بشكر إخواني وأحبابي من أهل الكويت والبحرين على حصن الاستقبال جزاهم الله خيرا طب تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا نوي تدفع ولا تخش ببلاش عشان تاخد تقشيرها لازم تدفع أيها تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم مش يقولك بقى خمسة أو عشر لحسن يقوله بقى ده بيقلف لا اللي تقدر عليه صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم يعني زي ما كان الشيخ كيش قال الله يرحمه وكان بيقول صلى على الحبيب قلبك يطيب ربنا يباري فيكم جميعنا رب العالمين احنا الآن داخلين بيت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عايزين نستحضر الموقف ومهابة الموقف ده كل مرة كل مرة عايزة أقول وعيد استحضر المعنى استحضر الموقف واستحضر عظمة هذا الموقف انت داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هدوء وسكون وسكينة انت داخل عشان تشوف النبي وتسلم على النبي وتبوس ايدي النبي وراس النبي وتقعد مع النبي وتتعلم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصل موقف عجيب قوي في الليلة دي موقف عجيب بجد موقف لفت نظري كده وانا عمان اقرأه حديث رواء ابو داود والترمذي بسند صحيح ان وحدة دخلين عشان نشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع امنا امنا عائشة رضا الله عنه وارضاها امنا وام المؤمنين جميعا فقعد بيتكلم معها ففوسط ما بيتكلم معها صلى الله عليه وسلم اثنى اثنى على زوجته صفية وده يعني برضو ايه يعني دي رسالة لكل واحد بتجوز اثنين يعني لو هو قعد عند واحد مثلا وقدر انه يثنى على واحدة فالتانية تأمن نفسها بشخدة بلها او انها تقول اه فعلا دي اخت فاضلة او كده او تثنى عليها خيرا عشان تاخد الاجر يا كمان بدل ما تغتبها او تقع في كلمة يعني تعملها مشاكل فاللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على صفية زوجته ام المؤمنين ايضا فعائشة رضي الله عنه وارضا ما عجبهاش يعني مش ما عجبهاش الكلام يعني ما عجبهاش ان النبي يثنى على صفية وهي قعدة فقالت حسبك من صفية انها هكذا واشارت بنية ايه يعني ايه ما قلتش ولا كلمة بس ايه عملت اشارة الاشارة دي تفهم منها انه ومنها عيشة بتقول ان صفية رضي الله عنه وارضا قصيرة فبتقول له يعني كأنها بتقول للنبي عليه السلام ده كفاية يعني لو ما فغانش فيها عيب الا انها قصيرة كفاية انها قصيرة واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ما تصلى عليه بيقول لها ايه قال والله لقد قلت كلمة مع انها ما تكلمتش يا جماعة يا مغارة بس اشارة فقط قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجتهم الله اكبر يعني بيقول لها الكلمة اللي انت قلتها دي لو تحولت هذه الكلمة الى سائل السائل دي ترمي في البحر كان يعكر مية البحر كلها مع انها ما تكلمتش يا جماعة كل اللي قالته قالت له حسبك من صفية انها هكذا بس ان هي قصيرة يا على كده ده الكلام خطير جدا جدا اه طبعا خطير واللسان خطير جدا جدا طبعا ده اخطر عضو بجسمك كله هو لسانك لسانك دوت لما يجتمع مع القلب اللي اتنين بفضل لها اولا واخرا يئما يدخلوك الجنة يئما الناحية التانية يئما تلاقي نفسك في القوتسترات فانا عايزك شان كده تاخد بالك من لسانك كويس جدا وتحافظ على لسانك وما تقولش الا الكلمة اللي تنفعك امام الله سبحانه وتعالى ولذلك سبحان الله يعني المولى عز وجل يقول ما يلفظ من قول من للتبعيد اي كلمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال جل وعالم ولا تقف ما ليس لك به ألم ان السمعة والبصرة والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة طب ليه دخل السمعة وإيه اللي دخل البصر في موضوع الغيبة أصل السمعة انت ممكن تستمع غيبة فتاخد نفس الوزر والبصر ممكن تشاور إشارة معينة يفهم منها ان انت بتغتاب اللي قدامك عشان كده السمعة تتحاسب عليه والبصر تتحاسب عليه أيضا يعني كما أخبر الحق جل وعلا حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم يقوله كما في الصحيحين من كان اللي فعلا بيؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت حط كده رازقة ويكتب على الفم مغلق للتحسينات ده اللي ما عافش يمسك نفسه إنما اللي بيمسك نفسه إن شاء الله ما بيقولش إيه اللي خير لا ده الفم ده يبقى شغال 24 ساعة ودليفري توصيل الخيرات للمنازل إن شاء الله يقول لي فلان يا فلان بالتليفون ما تنساش تسبح ربنا يا فلان ما تنساش تصلي على النبي يا فلان ما تنساش تستغفر ربنا هو توصيل دليفري فهم زي؟ زي واحد بيسأل شيخ بيقول له شيخ هو الدليفري حرام قال له هو أنت يا ابن مؤمن قال له لا ده ناكن تاكي المهم صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم فشات في الموضوع إن في واحد فعلا لا يغلق للتحسينات لأن كل كل كلامه بعيد عن ربنا تماما بيبقيد عن ربنا واحد تاني ما شاء الله الله أكبر لسانه لا يفطر عن ذكر الله عن التسبيح عن أن يذكر الناس بله لكنتم خير أمة أخرجت للناس يا أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يبقى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت حبيبنا صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيحين يسأله أبو موسى الأشعر عليه يا رسول الله أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده هو ده أفضل المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري ومسلم أيضا من يضمن لي أهو عرض بقى أكازيونه إن شاب مش بتسأل بقى طول في الدنيا مثلا إيه لو تعرض أكازيونه على سلعة معينة ده أنا أبيع اللي قدامه ونرعش نجيب الحاجات ديت بالسعر الجميل لا ده قدام الجنة جنة عرضها السماوات والأرض أعدها مالك الملك ومالك الملوك جل وعلا قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحيائه ما بين فكيه خدت بالك يعني ما يقوله لسانه وما يدخل فيه جوفي أي من يضمن لي ما بين لحيائه وما بين فخذائه يعني فرجه أضمن له الجنة طيب ما بين لحيائه وما بين فخذائه لو ضمنت للنبي حكتين دولة يضمن لك الجنة طيب ورد في حديث جميل أو يروى واتبراني في الأوسط بيسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي يبقى النصف الأولاني لما تتزوج يبقى أنت كده حصنت فرجك يبقى كده ضمنت للنبي ما بين رجليك طيب ما فضل بقى ما بين الحقيقة اللوة اللسان يبقى ما فضلش غير أنت تجاهد نفسك في أنت لا تتكلم إلا بخير بفضل الله سبحانه وتعالى كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الكلمة خطيرة الكلمة أخطر شيء في الدنيا واللسان خطيرة اللسان أخطر جارحة في الجسد ده الجارحة الوحيدة اللي ممكن تدخل يا الجنة يا النار هي اللسان ربنا يا رب يرزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وقلبا محبا لله ولرسول الله ولأولياء الله طيب تعالى نشوف خطورة الكلمة بس برضو بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم خطورة الكلمة أني بالكلمة يا أخي وحبيبي تخشي الإسلام وبكلمة تخرج من الإسلام وبكلمة تقام الحروب وبكلمة يشيع الوقام والسلام والمحبة والدفء والحنام بين الناس بالكلمة كلمة واحدة أنا هقولك حديث هو روال بخاري والتلميذي وأنا يعني بالبلد كده هجمعلك بين الرويتين هجمعلك بين الفاظ الرويتين قال صلى الله عليه وآله وسلم واسمع بقى أركز معك كده اسمع بقلبك بجد قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليتكلموا بالكلمة بالكلمة والله العظيم يا جماعة أخطر شيء في الكون ده كله الكلام اللي احنا عمليم بنرميج وزافد لا ندر إلى أين يذهب هذا الكلام وكل شيء مكتوب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلموا بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة سبعين خريفا الله أكبر وفي رواية تانية قال يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة والعكس بقى وإن الرجل ليتكلموا بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم سبعين خريفا وفي رواية يكتب الله عز وجل عليه بها سخطة إلى يوم القيامة يبقى كلمة واحدة ربني يسخط على الإنسان بالكلمة ده اليوم القيامة وفوق ده كله ويهو بها في جهنم هذا الإنسان سبعين خريفا وكلمة تانية جميلة كلمة طيبة الله أكبر ذكر الناس بالله قول للناس صلوا على النبي قول للناس اذكروا الله استغفروا الله اعرف القرآن صلوا يا جماعة ذكوا صوموا اعبدوا ربنا حبوا ربنا حبوا النبي اعملوا الخير اعملوا المعروف اكفلوا اليتامة كلمة بتقولها في لحظة فكانت صادقة وخارجها بإذن الله من قلب صادق وفقت قلوبا صادقة فانتفعت بها الله عز جل يرفعك بها في الجنة سبعين خريفا ويكتب لك بها رضوانه إلى يوم القيامة الله أكبر يبقى دي حاجة خطورة الكلمة تعال نشوف خطورة الكلمة في حاجة تانية حديث رهو أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بني إسرائيل رجلان متواخيين اتنين صاحبين مع بعض يعني أصدقاء فكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا فكان المذنب كان المجتهد يمر على المذنب ويقول له أقصر وطبعا دي دعوة غريزة جدا يعني ماش دعوة ماش يصله دعوة جميل يلقك القلب يقول له أقصر فالتاني يقول له خليني وربي انت مالك بيا خليني أنا حر مالكش دعب في يوم الأيام مر عليه هذا الرجل فوجده على ذنب يقول له الله الجنة يقول أبو هريرة روي الحديث فوالله لقد تكلم الرجل بكلمة أو بقت عليه دنياه وآخرته بكلمة يا جماعة تأل على الله تأل على الله وجعل نفسه إلها مع الله هو الذي يحكم مين اللي يقدر يحكم على أنه فلان في الجنة وفلان في النار الله الله هو الذي يملك كل هذا ما جيش تقول له فلان فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار انت تعرف منين هل أنت تملك خزائن رحمة الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث يقول فمات الرجلان فاجتمع عند الله فقال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا اذهبوا به إلى النار ثم قال للمذلم اذهبوا به إلى الجنة توضح رواية دي رواية مسلم أن النبي متصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم وقال حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلان قال والله لا يغفر الله لفلان مش بتحصل معنا دي يا جماعة مش ساعتني بعدين كده أقول فلان ده على الجنة حتف وفلان ده على النار حتف اوه هتقولي الكلام ده فقال الرجل والله لا يغفر الله لفلان فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى عليه يتألى يعني يحلف من ذا الذي تألى عليه ألا أغفر له فلان قد غفرت له وأحبطت عملك طيب تعال نشوف خطورة الكلمة في حتتين تانية كده قبل أن نطلع الفاصل حديث رؤى البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال من كذهب علي متعمدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار الناس اللي بتروأ أحاديث ضعيفة ويعرف أنها أحاديث ضعيفة ده بيكذب على النبي متعمدا الناس اللي ما بتتحراش الإنسان اللي بيقعد يروأ أي أحاديث لا تحرى وتثبت والحمد لله عندنا الكتب بتوضح لنا فين الحديث الضعيف وفين الحديث الحسن وفين الحديث الصحيح ربنا يحفظك آخر نقطة قبل الفاصل في غزو التبوك لما خرج بعض المنافقين ليجاهدوا خلف النبي اتخيل المنافق وخارجي جاهد خلف النبي صلى الله عليه وسلم فحبوا يسالوا نفسهم في الطريق فأعدوا يتريئوا على النبي وعلى الصحابة صلى الله عليه وآله وسلم فقال والله ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء فنزل جبريل عليه وسلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث ويطل عليه كرآن ليرد به على هؤلاء ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب لو قالوا لك كده يا رسول الله قل لهم قل أب الله وآيته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم بكلمة قالوا له يا رسول الله كنا نتحدث حديث ركب كنا بنسل نفسنا في السكة فمعليش سمحنا قال أب الله وآيته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم خطورة الكلمة أخوي وحبيبي قبل ما تقول الكلمة شوف الكلمة راحة فين بدأ بنا تقوله فلان يا فلان أنت كافر وانت فاسق وانت كذا وانت راح النار وانت راح الجن اوعى أخوي وحبيبي خلي السنكا نشغل بذكر الله بالتسبيح بالاستغفار بقراءة الكرآن بالإصلاح بين المتخاصمين بتغيير المنكر بغير ذلك من الأشياء التي تقاربك من الله خليك معايا تجعلك بعد بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بأهلي وإخواني وأحبابي مرة تانية مع ليلة في بيت النبي احنا لسه ببيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حصل لموقف طيره بالأمنا عائشة زي ما قلنا فقال لأمنا عائشة لما قلت له حسبك من صفي أنها هكذا فقال لقد قلت كلمة لو موزجت بماء البحر لمزجته تعالوا نشوف أدي النبي كان خايف علينا جدا جدا من خطورة اللسان وخطورة الكلمة في الحديث الذي الوقت المذي بسند صعيح عن سفيان بن عبد الله أنه قال للنبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني بأمر أعتصب به قال له قل آمنت بالله ثم استقم فقال له سفيان فما أخوف ما تخاف علي منه يا رسول الله فأخذ النبي بلسانه وقال هذا أكتر حاجة أنا خايف عليك منها اللسان بل وفي الحديث العجيب الذي الوقت المذي بسند صعيح عن معاذ بن جبل أنه سأل النبي سؤال جميل جدا قال له يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار فقال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسله الله عز وجل عليه هتعمل كذا وكذا وكذا وأحد يذكر له بقى العبادات والجهد ذروة سلام الإسلام وبعدين قال له كلام كتير أو أو وعين في الأخذ قال له للنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه ألا أخبرك بملاك ذلك كل أخبرك بحاجة تجمع لك بقى كل العبادات والجهد وكل الحديث قلت بل يا رسول الله قال أمسك عليك هذا أمسك عليك لسانك فقال له معاذ بكل براءة كده وبساطة قال أو أن لمؤاخذون بما تتكلم وبه السرطن يا رسول الله احنا بلحسب أن احنا نتحاسب بس كده على العبادات والمعاصي والتقصير أو أن لمؤاخذون بما تتكلم بي ألسنتون قال فكلتك أمك يا معاذ طبعا دي كلمة كالدارجة النبي لا يقصد دعاء قال فكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم هو في حاجة هتدخل كتير من الناس النار إلا حصائد ألسنتهم سبحان الله ولذلك سبحان الله كان سيد ابن مسعود كما عند الطبراني في الكبير بسناد الحسن في يوم الآية مرتقى كده على جبل الصفة وبعدين بيكلم نفسه بيقول يا لساني خذ بلسانه كده يا لسان كل خيرا تغنم وأمسك عن شر تسلم من قبل أن تندم يعني أوعف في يوم الآياب تفضل تقول كلام تندم عليه بعد كده وإحنا هايزين نقول حاجة جماعة بصراحة وخلينا الصرحة مع بعض النهاردة قوي قوي وحن نصرح مع بعض على طول بالله عليكم منصيبة المصائب أن تقريبا أغلب المجالس لا تخلوا من غيبة ولا حول ولا قتل بالله زي ما يسموها كده فاكهة المجالس إبراهيم بن آدم رحمه الله رحمه الله ساعة في يوم من الأيام ودرج من عباد التابعين في يوم من الأيام جمع بعض الناس عزمهم على الأكل عنده فأول ما قعدوا فقعدوا يتكلموا في سيرة واحد من الناس فتعجب إبراهيم بن آدم فقال إنه قد كان من قبلنا يبدؤون بالخبز قبل اللحم وأنتم بدأتم باللحم قبل الخبز معناها إيه معناها أنتو كلب عاملين بتاكلوا في لحوم الناس قبل ما تاكلوا الخبز فاتقوا له في اللاز دي ولذلك من ضمن الإشياء العجيبة اللي تعجب لها إنه بعض طلبت الأبول بعض طلبت العلم لما يجي مثلا معزوم عنده واحد فأول ما يخش عنده وقدم له أكله وفيه مثلا فراخ وفيه لحمه فيمسك عن الطعام يقول له اللحم ده مزكة ولا مش مزكة فلو قال له مش مزكة يقول له طب ما لش واكل أو لو قال له ما لش عارف برضو ما لش واكل فيقول له مثلا اللحم مزكة تفضل كل فيبدأ يأكل أو لو قال له إنه مش مزكة هيمتنع للأكل ويبدأ أول مجلس العالم الفلاني ده كذا والشيخ الفلاني بيعمل كذا والأستاذ الفلاني بيعمل كذا والمحاضر فلاني بيعمل كذا وسبحان الله يعني يسأل عن اللحمة بتاع الأكل إذا كان مزكة ولا أه ثم يخوضوا ويأكلوا في لحوم العلماء ولا يحولوا ولا قوة إلا بالله العليل العظيم ودي مسألة كبيرة جدا عشان كده عايزين أقول يا جماعة من ضمن الأشياء اللي تعرفك إن اللسان ده أخطر جارحة في الجسد فعلا إن الأعضاء كل الأعضاء اللي موجودة في الجسد بتخضع بتخضع وتذلي لللسان معلش عايزين دليل الله بار فيك هقولك بس تصنع بحبيبك صلى الله عليه وسلم مفيش حاجة عندنا بفلاش لازم كل حاجة تدفع والدفع عندنا بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا كما عند التلمذية بإسناد الحسن إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها كل الأعضاء تكفر اللسان قل يا خبا ربي نخشي بقى في التكفير لا 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 تكفر هنا العلماء بيقولوا يعني تخضع وتذل لللسان فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا بتقوله تيق ربنا فينا إحنا ممكن نقعد للمنهار في عبادة واليد عملا بتلمس الأرض في السجود وعملين بنسبح على اليد ونعمل خير ده كله وفي النهاية تتقو كلمتين تؤدينا النار فاتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا ولذلك صحابي جليل جليل من صحاب النبي على السلام كما في الحديث اللي روى التلمذي بسند صحيح لما سمع الكلام ده كله قال لا ما احنا لازم نعرف كيف ننجو من الفتن ديت وكيف ننجو من فتنة اللسان بالذات فرح سأله كما عند التلمذي بسند صحيح قال له يا رسول الله من نجا سؤال واحد مكون من كلمة واحدة من نجا كيف ننجو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وصفات أول وصفة كانت مهمة جدا قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك ثلاث أسباب للنجاء للي عايز ينجو من الفتن للي عايز ينجو في دنيته للي عايز ينجو في أخيرته أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك ولذلك تعالوا بقى نخش في موضوعنا وإحنا لسا بدخلناش آه لسا بدخلناش من موضوع هي إيه هي الغيبة قال جل وعلا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوا يا الله يعني إنسان لما بيغتاب حد بيأكل لحمه آه بيأكل لحمه يعني بيأكل لحمه آه طبعا بيأكل لحمه بجد وارزاك ورد حديث والله العظيم يشيب له الولدان حديث الحسن والحافظ بن حفظ في فتح الباري أن الحبيب المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وقال قال من أكل لحم أخيه في الدنيا يعني اللي اغتاب أخوه المسلم في الدنيا قرب له يوم القيامة أنت اغتابت سين من الناس يوم الايامة يقرب لك جسد هذا الإنسان قرب له يوم القيامة فيقال لهم كله ميتا كما أكلته حيا فيأكل ويكلح ويصيح إيه معنى الكلام ده هقولك بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وقاله السلام يأكل من جسد هذا الميت يوم الايامة يأكل من جسد ميت فعلا ويكلح الكلوح لما فصر الأئمة المفسرون قول المولى عز جل وهم فيها كالحون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون الكلوح كما فصرها أبو جاهد وابن عباس هو صعود الشفة العليا إلى منتصف الرأس ونزول الشفة السفلة إلى منتصف الصدر يبقى الشفة الفوق ديت مغطية لأنه طالع للرأس والشفة اللي تحت نزل على الصدر هو وده الكلوح فيأكل ويكلح ويصيح تخيل حضرتك المشهد ده ياللي بتغتاب إخوانك المسلمين وياللي بتغتاب أخواتك المسلمات ياللي فاكر أن أنت بتقول أنا والله ما بغتابه ده أنا بس فقط بوصفه هقول لك حكم الموضوع في المسألة أن أنا بوصفه أو بقول اللي فيه هنشوف النبي بيقوله إيه هي الغيبة النبي بيوصف لنا بقى الغيبة بيعرف لنا إيه هي الغيبة حديث روى مسلم سأل النبي الصحابة فقال لهم أتدرون أم الغيبة؟ قلنا الله هو رسوله أعلم فقال ذكرك أخاك بما يكره الله يعني انخرج منها بقى ذكرك أخاك بما يحب يعني لما قلقه فلان الفلاني رجل داعياء فاضل ربنا يبارك في عمره ما شاء الله هو مش موجود معاه ما شاء الله عليه يجيد اختيار مواضيعه بيؤدي أداء طيب ده حسبه مخلصا إن شاء الله وهكذا وعمال بتثنى عليه هو ما يكره انت تقول الكلام ده فلا يعتبر غيبة إنما لما تقول فلان دوت هو داعية كويس بس وبس وبس وتعطي بس بس بقى للصبح كده أخذ بالك واتطلع ربنا يعافينا عافيك يا رب العالمين اللهم ارزقنا محبة إخواننا الدعاء يا رب العالمين واجعلنا متقالفين يعني متحبين واجمعنا جميعا مع جميع المشاهدين تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله اللهم أمين خذ بالك يبقى ذكرك أخاك بما يكره فواحد قال بقى لنا بإيه قال له كلمة اللي حضرتك عايز تسأل عنها واللي حضرتك عايز تسأل عنها قال أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول أنا ما بقلتش حاجة والله يعني أنا ما بقلفش من عندي أنا قلت هو بخيل هو فعلا بخيل أنا قلت إنه هو كذب وهو فعلا كذب قال إن كان فيه ما تقول لو كنت صادق فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته يا ده الموضوع خطير يعني كده كده أنت في كل الأحوال أنت بتظلم نفسك وبتظلم غيرك وخبالك بهدته يعني عملت بقى الغيبة كمان بهتان وظلم كمان وزورت عليه كلام هو مش فيه أصلا سبحان الله والغيبة فيه ناس فكر أنها بالكلام فقط لا الغيبة باللسان خبالك وبالإشارة باليد وبالعين ممكن إيه واحد معد كده أو ما أنا بصصه وبص كده يعني مش حلوة وخبالك فأعرف الناس إن رجل ده أي كلام ولا حاجة فهم زي وممكن رحد يسأل يقول لي إيه رأيك وفلان مش فلان ده كويس فأما أنا بصص كده بعناي يعني إيه يعني كويس مين يا عم ده ولا فهم أي حاجة خالص بعناي أنا ما تكلمتش لكن دي تعتبر غيبة وممكن أتكلم في حقي فتعتبر غيبة أخويا وحبيبي أخت الفاضلة عرض المسلم عمره مكان مشاع أبدا أبدا يا جماعة ما فيش داعي نحن خذ في سير الناس يا جماعة الله يباري فيكم أبوس إيديكم بلاش انشغلوا بنفسكم انشغلوا بالله علامة الإفلاس كثرة تريد شغالي بالناس ده كلام ابن عباس رضي الله عنهما ان انت فعلا علامة إفلاسك ان انت مشغول بالناس مشغول بالناس ليه اشغل نفسك بربك اشغل نفسك بدينك بحبتك بصلاتك بصيامك بقريتك للكرآن بحفظك لكتاب الله بذكرك لله بدعوتك إلى الله اشغل نفسك بحاجة تقدمك ما توقفش نفسك ما تعطلش نفسك ده انت حتى لو شتمت بالدفاع عن نفسك اشغل نفسك بالقرآن بالذكر بالتسبيح بالاستغفار والله عز وجل يتولى الدفاع عنك قال جل في علاه ان الله يدافع عن الذين آمنوا خب بالك من ضمن مقاصد الشريعة الخمسة حفظ العرض تعالنا نشوف حبيبك بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري ومسلم واللفز المسلم في خطبة يوم النحر بمنى في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت اللهم فاشهد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم كل المسلم كل حاجة جماعة كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه حرام حرام عليك تخذ في سير الناس حرام عليك تقعد تقطع في فرو الناس وفي لحم الناس حرام عليك حرام عليك تقعد تتكلم في سير الناس بلاش الله يبارك فيك حد مش عالك خلاص سيبه في حاله الله يسمحه الله يستره وإحمد ربنا لو كان في عيب إحمد ربنا أن أنت ما فيكش العيب دوت ولو ما كانش في عيب فما فيش داعي أن أنت تحقد عليه ويقول ابن عمر حينما نظر إلى الكعبة قال ما أعظمك وما أعظم حرمتك ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك يا سلام شيء جامل جدا جدا تعالوا نشوفوا النبي إزاي حذرنا من الغيبة ولكن بعد فاصل قصير بالدعلك خليك معايا خليك معايا إن شاء الله ولا نكمل يا سيشريف طب نكمل وبعدين وإحنا طبعا ننتظرين اسم اسم إن شاء الله تفعلكم معنا وهدية النبي عليه الصلاة والسلام والأسئلة الجميلة بتاعتكم وإحنا إن شاء الله برضو منتظرين تلفناتكم بعد الفاصل الثاني إن شاء الله تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم إزاي كان بيحذرنا من الغيبة ولكن بعد فاصل قصير خليك معايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بإخواني وأحبابي وأهلي وناسي مرحبا بكم مع ليلة في بيت النبي أنت لسه بيت النبي حبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيبنا كلنا طبعا منتظر توصلكم وإستئمس إن شاء الله طوال الحلقة وطوال الأسبوع حوالين هدية النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف النبي كان بيحذرنا عشان الوقت بيجري معيشة معنا الصرعة تعالوا نشوف قدي النبي كان بيحذرنا من الغيبة اسمع الحديث الأولين بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم حديث روات الملي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتتبع عوراتهم فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته والله العظيم كفاء الحديث ده ونلم القادة بقى روح فعلا ده كفاء ده رعب الوحدة أن ربنا هيتتبع عورتي لو أنا تتبعت عورة مسلم أي نعم ولو ربنا تتبع عورتي هيفضحني ولو في جوف بيتي مفيش داعي مفيش داعي نجري وراء الناس ونحاول نغتابهم ونحاول نفضحهم ونحاول نتتبع عورتهم نداء لكل الصحفيين أو لكتير من الصحفيين نداء لبعض الإعلاميين اللي بيبحثوا عن فرقعة صبق صحفي على حساب إيه على حساب حرمات ناس بتنتهك وعلى حساب عورات ناس بتتكشف ليه ليه ده الأصل في الإسلام هو الستر يا جماعة الخير ربنا يبارف فيكم جميعا واحفظنا وإياكم يا رب العالمين حديث رواء أحمد وصحاحه والحافظ بن حجر في فتح الباري عن جابر بن عبد الله حديث خطير جدا أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريحه المنتنى شمنا ريحة منتنة صعبة جدا فقلنا ما هذا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح قلنا الله ورسوله أعلم قال هذه ريح الذين يغتابون المسلمين يا يعني ريح الذين يغتابون لهم رائحة يعني ممكن تكون موجودة أي نعم أمنا نحن ما بنشمش ريحة دي لين قال لك لأن الغيبة فعهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تصدر إلا من أشخاص معددين على الأصابة فكات الريحة واضحة إنما الآن كل سنة أنت طيب يعني الحمد لله الجو مليان يعني زي الفل لحد أما طبقة الوزون اتخرمت يعني فالمم يعني فشات في موضوع إن هذه ريح الذين يغتابون المسلمين طب اسمع بقى للحديث المرعب بجد وعشان تعرف يعني ما بنلكش والله غير حديث صحيح أو حسن حديث رورة طبراني في الأوسط بسندين صحيح موجود في صحيح الجامع للشيخ الألباني برقم 3537 3539 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 72 بابا الربا 72 بابا أدناها أقل حاجة فيها مثل إتيان الرجل أمة وفي رواية مثل أن ينكح الرجل أمة يا الله وإن أربى الربا يعني أقل درجة في الربا مثل إتيان الرجل أمه وإن أربى الربا أشد أنواع الربا استطالة الرجل في عرض أخي إن الإنسان يغتاب أخو المسلم ده أربى درجات الربا وأعلى درجات الربا ربنا عافينا عافيكم إن كان دوة التحريم في إن الإنسان يغتاب أي حد من عام المسلمين فما ظنكم بأكل لحوم العلماء والدعاء فلحوم العلماء مسمومة طيب سؤال أكيد حديث أتسأله عشان بعدها أعطلنا ومانا نخشح على الهدايا التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم من جماهي المسلمين عايزين نشوف عقوبة المغتاب في الدنيا وفي الآخرة إيه هم هتسك daylight عقوبة وفي الدنيا عاملة إيه وفي القبر عاملة إيه وفي الآخر عاملة إيه والله العظيم أكيد إن شاء الله وعد أمام الله بعد الحلقة دي إن شاء الله كلنا ننتهي عن الغيبة كلنا نبعد عن الغيبة كلنا لا يمكن نذكر مسلم إلا بخير إن شاء الله من أبغض الناس إلى الله ومن أبغض الناس إلى قلوب الناس والله عز وجل يبغضه ويلقي بغضه في قلوب الناس قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وإن الله إذا أبغض عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم يقول لملائكة السماء السبع يا ملائكة السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه ثم يوضع له البغضاء في الأرض طيب رقم اتنين عذاب المغتاب في القبر ربنا يا ربي عافينا وعافيكم من الغيبة مصيبة كبيرة كتير بيستهتروا منها زي ما قلت لك فاكهة المجالس فاكهة المجالس قل لأن تجد كتير من الناس يا جماعة بقول والله كتير قل لأن تجد مجلسا إلا وفي حكة ضيبة كده على المشي الفاكهة بقى اللي بنجمل بها الأعداء وليه على حساب مين على حساب مسلم سمع كلمتين وممكن تهدم حياته بكلمة بالله عليك نزه لسانك عن غيبة المسلمين ربنا يا حفظك اجغل نفسك بنفسك أنت طالب جنة ما تضيعش نفسك حيزا اقول لك حيزا انا لو هغتاب حدي في الدنيا دي كلها مش هغتاب غير اتنين عارف مين امي وابويا لأن دول اغلى الناس عندي فعشان ان انا لما بغتاب حدي بديلوا حسناته دية فهم دول اغلى الناس عندي لو هغتاب حدي بغتاب ام وابويا بس كده واضح دي المعنى طيب تعالنا نشوف في القبر ايه اللي يحصل حديث في البخاري ومسلم ان النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلا انه كبير اما احدهما فكان لا يستبرق من بولي او لا يستنزه من بولي او لا يستتر من بولي باختلاف الروايات واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة بيوقع بين الناس بالنميمة دي رواية البخاري ومسلم طب في رواية احمد بسند وابن ماجه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما احدهما فيعذب في البول بسبب البول انه لا يستمرق من البول او لا يستنزه او لا يستتر واما الاخر فيعذب في الغيبة ولزلك قتادة قال ذكر لنا ان عذاب القبر ثلاثة اثلاث متأسم لثلاثة قال ثلث في الغيبة وثلث في النميمة وثلث في البول ده من عذاب القبر طيب وفي الأخرة هيحصل للمغتاب ثلاث حاجات كلهم أصعب من بعض معلش ما تعودناش منك الشيخ محمود أن انت تكون آسع علينا للدرجات والله العظيم بحبك وبحب الخير لكم وخاف عليكم ومن حق أخاف عليكم نفس ربنا يجمع لي بكم في الجنة عشان كده بحذركم من الغيبة بلاش اذكر ربنا صل على النبي استغفر ربنا ابهد عن الغيبة بلاش سيرة الناس النبي صلى الله عليه وسلم يوضح رقم واحد في الأخرة كما وضحنا في الحديث قبل كده ذكرناه أن من أكل لحم أخيه في الدنيا كر بقى لها يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلتا وحيا فيأكل ويكل حواسيح ده أول حاجة ثاني حاجة يشهد عليه لسانه قال جل وعلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجرهم بما كانوا يعملون طيب ثالث حاجة ودي أصعب حاجة بصراحة صعبة جدا جدا هتتوزع كل حسنا أو حسناته بقدر الرغيب يعني هتتوزع حسناته على من اغتابهم يا خبر أبيض طب ليه ربنا ما يعملوش بالمينس يعني إيه؟ يعني هو عمل مليون حسنة واغتاب الناس بنص مليون سيئة فخلاص ربنا يخصم منه نص مليون ويجي يوم القيامة يلاقي نص مليون لا ما هدي ما تسببلوش أي حسرة إنه ما إيه اللي تسببلو حسرة إن يجي يوم القيامة يلاقي المليون حسنة موجودين ويلاقي الناس محوطن بي فيها يا جماعة أنت اغتبتني لنتني يقول له وانت اغتبتني وانت وانت يلاق ألف واحد اغتابهم وكل واحد ياخد من حسناته بقدر الرغيب خلصت حسناته فإذ فنيت حسناته كما في حديث المفلس أتدرون من المفلس؟ والحديث لو مسلم قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة رجل زال فل فيأتي بالصلاة وصيام وزكاء وحج يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا خب بالك فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحة في النار آخر نقطة عايزة أقولها يعني الحقيقة الوقت ما عليش بيجري بنا بشكل غير عادي الحقيقة احنا طبعا معنا فضل عشر دقائق بالضبط يعني لكن يعني ان شاء الله ناخد بس يضب يعني تلت دقاء واربع دقائق كده في بقية الموضوع ونستقبل مكالماتكم ان شاء الله عشان يعني نتعايش مع مكالماتكم الجميلة المستمع للغيبة زيه زي المغتاب حديث روى مسلم في قصة ماعز الأسلام الذي زنى وأقام النبي عليه الحد وذهب إلى النبي قال طهرني بالحد يا رسول الله فلما أقيم عليه الحد وقتل خدت بالك فواحد والنبي يماشي مع الصحابة واحد بيكلم التاني واحد صحابة يعني بيكلم التاني بيقول له ايه يعني انظر إلى هذا الرجل الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب بيقول على مين على ماعز فالنبي سكت سمع الكلمة وسكت شويتين مع الدين لا أعزك الله حمار ميت فقال أين فلان وفلان اللي تكلم واللي سمع قالوا نحن يا رسول الله قال كل من جيفة هذا الحمار فقالوا غفر الله لك يا رسول الله من يأك من جيفة الحمار فقال ما أكلتما آنفا من عرد أخيكما ماعز أشد وإن ظ الله من أكلكما من لحم هذا الحمار خدت بالك المسألة صعبة إزاي؟ عشان كده أمرنا النبي أن ندافع عن أعراض المسلمين بالله عليك نفسك تنجو من النار نفسك تنجو من النار رد الغيبة أي حد يكتب حد قدامك قولوا له غفر الله لنا ولا والله ما علمنا عليه إلا خيره يا أخي بالله عليك بلاش يا خسرته قال صلى الله عليه وآله وسلم والحديث روى الترمذي بسند صحية قال من رد عن عرد أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة الله أكبر لما تدافع عن مسلم ربنا يدفع النار عنك يوم القيامة ولذلك سيدنا عمر كان يقول عليكم بذكر الله فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء الحسن رضي الله عنه وارضاء واحد اغتابه مرة فرح الحسن بعيت له طبق رطب طمر جميل كده فقال له والله يا أخي سمعته أو علمته أنك أهديت إلي حسناتك خدت بالك فما وجدت لك مكافأة إلا الرطب وما أجدها مكافئة لك وخد بالك أبو بكر كان يمسكه باللسان ويقول هذا الذي أوردني الموارد يقول أحدهم ما تكلمت بكلمة منذ أربعين سنة إلا وعددت لها جواب بين يدي الله ولما اغتاب رجل رجلا آخر في مجلس أحد العلماء فقال العالم بهذا الشاب الذي اغتاب قال هل غزوت الترك قال لا قال هل غزوت الروم قال لا قال هل غزوت الفرس قال لا قال سبحان الله سلم منك الترك والروم والفرس ولم يسلم منك أخوك المسلم خدت بالك طيب آخر نقطة النقطة الأخيرة عشان نستقبل أزئلتكم الجميلة أقول لك حيث أسألك سؤال سؤال خالص إيه يا مباحات الغيبة مباحات الغيبة ستة حاجات يعني الغيبة مش حرامة على أطلاقها لا في ستة حالات يباح فيها الغيبة أول حالة التظلم ولكن بقدر المظلمة أنا راح أحكي للقاضي المظلمة اللي فلان عملها معايا أحكي المظلمة وبس وما عادش أقول ده كذا وكذا وكذا حاجة التانية اللي استعاني على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب أنا عارف إن فلان بيعمل حاجة حاجة تخدش بالحياة بيزني بيشرب خمر وأنا عايز أغير المنكر ممكن أروح أقول له أخو لكن لا أذكر له إلا المنكر فقط مقولوش لا ده كمان بيعمل كذا وبيعمل كذا لا أذكر له الشيء اللي أنا عايز أغيره ثالث حاجة الاستفتاء برايح للقاضي بستفتيه أو للشيخ استفتيه بقول له فلان ظلمني أو زوجي ظلمني أو زوجتي ظلمتني ويا حبزة لو كان أحسن بقى وزوقين أحسن أقول إيه رأيك فضلت الشيخ في فلان لو عمل كذا أو في شخص ما وأجيب الأمر كده بشكل مبهم ولا أذكر أشخاصا رابع حاجة تحذير المسلمين من الشر مثلا الوقت الحديث بيحذروا الناس من الوقت الكذابين واحد راح يتجوز من واحدة وانعارف ان سيرة البنت دي مش كويسة فلازم نحذره عشان ما يقعشف أو واحدة بنحذرها من شاب يكون مش كويس واحد عايز يشارك واحد في مشروع وانعارف ان ده نصب لازم نحذره دي ما فيهاش غيبة خالص إذا رأيت مثلا رجل يتردد على مبتدع نحذره من هذا المبتدع خامس حاجة أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كان يكون إنسان مجاهر بيش بخمر في الشارع فلما تيجي تسألني عم فلانا أقولك مين تقولي اللي بيش بخمر في الشارع فهذه لا تعتبر غيبة آخر حاجة التعريف إذا كان هو أصلا لا يعرف إلا بهذا الاسم اسمه مثلا الأعمش أو الأعرج أو الأحول أو غير ذلك لكن لو قدرت أتعرفه بغير هذه الصفة يبقى أحسن ولو لم تعرف فيكون وهذا أذكر هدايا النبي في الإيتم بالزبط إن شاء الله أو في ديئة واحدة ونستخبل اتصالاتكم إن شاء الله أختنا الفاضلة سهير ومنال وخلود وهيام وزينب لبس النقاب هدية للنبي صلى الله عليه وسلم الأخت نادة من مصر بتقول أحفظ القرآن ورجع كل يوم جزء مع زملتي الأخت زينب من الإسكندرية بتقول قراءة القرآن يوميا وصيام الاثنين والخميس الأخت مروى من الإسكندرية المواظبة على صيام النوافل وأذكر أخواتي أخت فاطمة ودكتور محمد سيد أحمد والأخي إسلام قال إن شاء الله صلاة الفجر كل يوم وألف صلاة على النبي وختم كل شهر أخت أمل قراءة القرآن وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أخت رحاب قالت طرقت سماعي الأغاني والنميمة والغيبة والكذب وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الأخت يا سراء محمد عشر سنوات قالت بحفظ صورة البقرة أم مصطفى قالت سامحت كل من ظلمني حاجة سيد علي قال بابن مسجد يعني ابتغاء مرضات الله وهدية لرسول الله حاجة فوقية قالت هزوك خمس يتيمات الأخت سعاد أو الحاجة سعاد قالت أقلعت عن نمص الحواجب الطفل محمد حسد قال هتكون أخلاق مثل أخلاق النبي أم باهي ويوسف والأستاذ أحمد شندي والأستاذ منصور والأستاذ نادية قال بصلى على النبي كل يوم ألف مرة صبرين وسمية وأمير قالت لبست الخنار ووحفظ القرآن حاجة انشراح قالت كفلت عشر أيتام أختي ميلو ده تقريبا من دار السلام وإذا كنت أنا قارت الإسم غلط قالت بسبح كل يوم ألف مرة وبستغفر ألف مرة والحمد لله ألف مرة والصلاة على النبي ألف مرة أحمد بيومي قال هتطلع والدي ووالدية الحج أم أحمد قالت هحفر ثلاث أبار هتفع تماما حفر ثلاث أبار للفقراء أختي الشيرين قالت هبعت ألف إيميل عرف الناس بالبرنامج قبل ما ننسى الواجب بتاعنا الأسبوع ده يا جماعة بيلي عليكم رقم واحد ترك الغيبة والنميمة رقم واحد هنأستابل التصالات حالا ترك الغيبة والنميمة رقم اثنين نصلي على النبي ونستغفر كل يوم ألف مرة رقم ثلاثة السيوم الخميس اللي جاي والاتنين اللي بعده رقم أربعة ركعتين قيام ليلم أنا معكم في الاتصالات السلام عليكم سلام عليكم السلام والله بركاته عليكم السلام والدور كاتر أنا أنا من أمريكا يا أهلا والنسان وسأحنا من أمريكا أهلا والنسان أهلا فيكم بس كون بدي أحب ألديد على هذا البرنامج إنه النميمة ربنا بالفكرو إنه صرت كثير من تشري وكل الناس يعني بيحكوا عن الناس من وردها اليهم بعدين نيجي من قولهم حرام وحرام نعم بحكولنا لا هذا عادي احنا بس من نحكي عن الناس كلام عالي نعم نعم ربنا بالفجر اختمانه بحنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غيبة ذكرك أخاك بما يقرأ بعض الناس يختمانه بس أنا والله انا ما بقولش غير اللي فيه وانا مستعد اواجهه بالكلام ده حتى لو مستعدت وجهه بالكلام ده بنقول برضو تعتبر غيبة لانن احنا ذكرنا الناس بما يقرؤون في غيبتهم فدي مسألة مهمة جدا احنا ما نذكرش حد بسوء ابدا في غيبته ابدا الا في الحالات الستة اللي احنا قلناهم دولت والحالات دي تقولنا ان هي يعني ليه الضرورة القصوى وتكون بضوابطها اللي احنا ذكرناها جزاكم الله خير واحتماليا أم محمد ممصر سلام عليكم سلام عليكم عليكم ربنا يحبك واسترك يا أم محمد والله شريك محمود اللي انا بنت اللي تصعد بيك اسمها ياسمين نعم اعطت لك البيجير الكابوس ده نعم وعمرت اللي انت قرت عليه اللي هو صبت البقرة لو شفت منها وبرده وحطت ماء على جسمي برضه برضي هو أحلام برضو أحلامها большое يعني يا محمد وهذا كده 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 خلقه والحاجة الثانية اللي انا برضه جسمي كده م 我們 كتف و خايفة مني بولك يا محمد طب اسمعين يا محمد الاحاجات myحمد waa mboxd الحاجات دي مش واتروح في يوم وليلا أمي ربنا بال فيك الأحنا بنقول إيين بيقول احنا روحنا لدكتور في مرض عضوه. بيقول لنا طب نستعمل الإعلاج ده المدى الثلاث شهور. بيقول له حاضر. فإحنا بيقول الإعلاج مش لازم يكون فيهم وليان. نستمر عليه بس يا محمد إن شاء الله. وإن شاء الله يجيب داتيها كويسة مع حضرتك. إن شاء الله بيعوني الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. السيد عبدالهدي من السودان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. اتفضل السلام عليكم. إذا كان الإمام يعني بعد الصلاة يدعو وأنها تدعو وراءه. إذا كان الإمام معلش نحايا مرسامة كويسة. يعني بعد الصلاة طوالي يعني يدعو وأنها تدعو وراءه. الإمام في الصلاة بيدعو الناس وراءه بتؤمن يعني؟ والله يا سيد عبدالهدي أقول لحضرت الحاجة. اللي ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط عند النوازل ولا يخص صلاة بالقنوط. كان يقنط عند النوازل صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس. أما مسألة المداومة على القنوط في صلاة الفجر اللي وحدها فهي بدعة. كما يعني هو اللي عايز يقرأ في هذا الموضوع يقرأ في زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله رحمه الله ساعة في المجلد الثاني. لأخير التلفون السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. أنا أمو محمود. أهلا يا أمو محمود. أهلا يا أمو محمود. يا أزيك الزاك الله كل خير يا أشف حمود. الله يباري فيك ربني أعزك يا رب. بصراح مش عارك تقالي تكلم عن ضغر. ربني أحفظك وسترك يا رب العالمين. أنا كنت أعيش أسر حضرتك السؤال. اتفضلت تحت أمرك. أنا وجوزي المتدوزين من 8 سنوات. نعم. فنحوش مبلغ أن نجمي به بيت. نعم. هل المبلغ عليه زكاة مبلغ؟ ربني أحفظك. طبعا هذه الأسئلة هي فتاوة خاصة بالبنامج الفتاوة. لكنها جاوبك يا أمو محمود. نعم. الحقيقة بالنسبة للمبالغ اللي متشالة لبناء بيت أو الشقة أو غير ذلك ديت ما فاش زكاة الحقيقة. لأن بناء البيت أو الشقة التمليك اللي هتعيش فيها أو السيارة اللي هتركبها دي ما فاش أصلا زكاة. أما لو كان البيت معد للتجارة فالمال دوت فيه زكاة والله تعالى أعلم. والحقيقة بحبكم في الله ومش عارف أقول لكم إيه بالله عليكم. ما ننساش الواجب ترك الغيبة والنميمة بالله عليك صلاة صلاة على النبي صلاة على النبي والاستغفار ألف مرة كل يوم إن شاء الله صيام الخميس والاتنين إن شاء الله وركعتين قيام ليل بالله عليكم ما ننساش الواجب الجميل ده ومعنا الاسم اس وتواصل طول الأسبوع إن شاء الله عشان نرد عليكم الحلقة القادمة إن شاء الله هاتوحشوني وربنا يبارد فيكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوجه إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته